كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تدور بالاقتصاد القومية وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة باستمرار للضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تدور بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بكفر الشيخ لقيام عناصره بغسل تسعة ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات ودرجات نارية وإداء جانب من الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة كما تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل سمانية ملايين جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقل الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإداء جزء من هذه الأموال بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها وإزباغها بصبغة شرعية وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضد سلاسة تشكيلات عصابية بالإسكندرية لقيام عناصرها بالاستلاء على 12 مليون ونصف المليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة المفروشات والملابس الجاهزة وتجارة الأدوات الصحية وتجارة المواشي مقابل منحهم أرباح متفق عليها إلا أنهم لم يلتزموا بسداد الأرباح كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضد أمين عهدة إحدى الشركات بالقليوبية استغل طبيعة عمله واستولى على بضائع بقيمة ما يقارب سلاسة ملايون جنيه وامتنى عن توريدها للشركة ولإخفاء ذلك قام بالتلاعب في كشوف أوامر التوريد لإثبات استلامه بضائع أقل من قيمتها الحقيقية كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص في النصد والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم مدعياً وجود علاقات ببعض موظف الجمارك على خلاف الحقيقة وإمكانية استخدام هذه العلاقات في إنهاء إجراءات استراض السيارات من الخارج بسعر أقل من السوق من ما مكنه من الاستلاء على أموالهم وعلى صعيد مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم ترويج العملات الوطنية المقلدة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي والقليوبية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية زعم عناصر التشكيل من خلالها امتلاكهم عملات وطنية مقلدة وادعاءهم تسويقها مقابل نسبة عمولة خلافا للحقيقة وتمكنوا من خلال هذا النشاط من الإقاع بالعديد من الضحايا وإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبالغ المتفق عليها على محافظ مالية خاصة بهم والاستلاء على تلك الأموال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر